اذا كنتي حاب تحسي حالك انك عملتي تكميم معدي بدون ما تعملي تكميم اسمعي نصيحتي اخدت بذور الشيا قبل كل وجبة تعرفي شو هي بذور الشيا طبعا عبارة عن بزر صغير كتير في فوائد جدا كبيرة للجسم هاحكي لك ياها باخر الفيديو استفدتوا منها اني كنت اخد منها قبل كل وجبة كيف تدوب بالماء لما بتحطيها بالماء بتحول لجل بتنفش لما بتاكليها قبل الاكل بعشر دقايق بتنفش بالمعدة انا باخدها مع كاسة كبيرة موين مع ملعقة 5 ميلي قبل كل وجبة 3 وجبات الاساسية بتشبعني بتحسسني بالامتلاء كأني عاملة بالون المعدة رائعة رائعة اكتر من رائعة بتحسسني بالشبع وخلصتني من شعور الشراهة مو بس انه انت بتحسي بالامتلاء من فوائدها اصلا هي هي فيها دهون صحية اوميغا ثري بتشبع فيها اليافة عالية كتير بتساعد على تخلص من الامساك بتساعدك على انه بتنزلك مقاومة الانسولين وبتنزل السكر تدريجيا بطريقة معتدلة بيخليك انه انت ما تجوع كتير بين الوجبات كتير ساعدتني كتير بساعدت المرضى مقاومة الانسولين متليها كمان فوائد للعظام مثل الفوسفور كالسيوم بوتاسيوم منجم كبير رائع من الفوائد ابدا ما لا سيئة ما لا طعم ولا لا ريحة ابدا بتاخد طعمة العصير اللي محتوطة فيه يعني اذا حططيها مع عصرة ليمون ونعنع بتشربيه بكل بساطة سهلة جدا حركيه بالميوت التركيه وتشربيه بعد عشر دقائيه باخد المعلقة خمسة ميلي باخده وبيشرب فوق اكاسي كبيرة فورا مي فاترة فيه ناس بحطوها بالسلطة فيه ناس بحطوها بالخبز الصحي فيه ناس بحطوها بالكيكات الصحية مع الجيلاتين لما تحطي انتي الجيلة تحطي في الفواكه بيحطوا معها بذور الشياء رائعة جربية ودعيلي تجارب مع شزاء اليوم كانت تجربتي مع بذور الشياء لا تنسي تعمليني لايك كتبي لي رأيك بفيديوهاتي وكتبي لي اذا عندك اي اقتراح بشوفك في فيديو جديد سلام